اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدأ من الشأن العراقي حيث اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني انه تم اقرار الموازنة العامة للبلاد لعام 2023 اضاف السوداني خلال مشاركته في مؤتمر السليمانية انه لأول مرة تتمكن الحكومة من اقرار موازنة مدتها ثلاث سنوات وذلك لضمان الاستقرار المالي بعيدا عن الازمات السياسية تمكننا من تحقيق نسب كبيرة من البردامج الوزاري ومنذ يومين ولله الحمد تم اقرار مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 والتي ستترجم عمليا اهداف البردامج الحكومية ولأول مرة نجحنا وبخطوة علمية ان تكون الموازنة لثلاث سنوات وإلى تركيا حيث يلقي الرئيس التركي رقب طيب اردوغان كلمة امام البرلمان التركي وضع هذه المنازل وبعد ذلك يتم نقل المواطنين اليها كما انا نقدم المساعدات المالية لمواطنين الذين طلبوا الانتقال الى مدن اخرى وإلى منازل اخرى حيث اننا قدمنا اكثر من عشر الاف ليرة تركية الى كل عائلة تركيا حاولت ان تنتقل الى مدينة اخرى او منزل اخر امن تضرر منازلها من الازلازل هذا وايضا نقدم الوجبات الساخنة على مدى اليوم بالاضافة الى كل المساعدات الغذائية كباقات جافة وما شابه كما انا نقدم الدعم النفسي في كل المناطق التي تضررت من الزلزال في المخيمات او في منطقة المنازل المتنقلة او في مراكز الايواء المؤقتة هناك عدد كبير من المشاريع المخصصة للمزارعين ولمحال التجارية الصغيرة وايضا المشاريع التجارية الاخرى طبعا المواطنين الان بدأوا بالعودة الى مدنهم والذي كانوا قد خرجوا منها بسبب ازلازل والان يعودوا للنظر الى منازلهم اذا كانت امنة ام لا ونحن الان بصدد اكمال فحص الادرار الهيكلية في المباني طبعا البناء التحتية لهذه المدن ايضا يتم العمل عليها في الاتصالات والمياه والكهرباء والمطارات والطرق والطرق العامة والطرق الدولية لان كلها تحت الخدمة تؤمن تقديم المساعدات ايضا يتم تسخرها للتقديم المساعدات الى مواطنين المتضررين طبعا بالنسبة الى التعليم لاطفالنا ايضا تستمر فترة التعليم والمرحلة التعليمية للمرحلة مقبل المدرسة وايضا للمرحلة دراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية يتم الان بالنظر الى الاضرار الهيكلية في المدارس وكما تعلمون تمت العودة الى الحياة التعليمية في بعض المدن ولكن هناك بعض المدن كضيامان ومالاطيا وكهرامان ماراش وهوتاي وفي السابع والعشر من شهر مارس في المدارس القابلة للسكن او الاستخدامية كمدارس سيتم العودة فيها الى التعليم وسيتم ايضا ادخل الاطلاب اليها لاستمرار التعليم فيها طبعا نتابعا كثب كل التطورات في اعادة الاعمار كما تعلمون ونحن نستمر الان بتقديم الخدمة الطبية هناك مراكز طبية مؤقتة ومشافي ميدانية ونستمر بتقديم هذه الخدمة ايضا دون انقطاع وفي القطاعات الاخرى نستمر بتقديم مساعدتنا دون انقطاع وبهذه الوسيل علي ان اؤكد عن نقطة مهمة جدا وهي في الايام الماضية مواطنين الذين تضرروا من ازلازل وقاموا بالانتقال الى المدن الاخرى اعلننا قرار مهم جدا وهو نقل مناطق السكن واماكن السكن الى مدن اخرى والان لا توجد اي انقطاعات في الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم في موضوع الزلازل بالطبع طبعا المنازل او مراكز المؤقتة او المرحبات الاجتماعية او دور المعلمين او مهما كان المكان الذي يقيمون فيه بامكانهم ومن ضروري نقل مكان الاقامة وتثبيته من اجل الحصول على مستحقاتهم طبعا وذلك لغاية السابع عشر من شهر مارس الحالي اذا من داخل البرلمان التركي استمعنا لجزء من كلمة الرئيس التركي رقب طيب اردوغان اشار فيها الى ما تقوم به الحكومة التركية في اعقاب الزلزال والهزات الارتدادية تحدث فيها بداية عن المساعدات وكم المساعدات المالية بتخصيص مبلغ لكل اسرة تحدث عن الدعم النفسي تحدث عن الدعم الصحي وايضا تحدث عن الدعم الغذائي اشار الى العمل على قدم وصاق بموضوع البنية التحتية المتهدمة وايضا البدأ بعمليات اعادة الاعمار كما اشار الى الالتفات الى بعض من المشاريع الصغيرة للأسر المتضررة واكد على ان الحقوق والمستحقات لكل من هو متواجد في المراكز المؤقتة اغير سكنه فانها قائمة كما نبه الى موضوع التعليم واستمرارية العملية الدراسية وخاصة في السابع عشر من هذا الشهر حيث سيتم عودة المدارس نعود لنتابع معكم اذا جولتنا في المشرق العربي حيث اكد محمد شايع السوداني ان الحكومة العراقية تمتلك الارادة والرغبة الجادة في انهاء الملفات العالقة بين بغداد واربيل خلال لقائه رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني بحث الجانبان عددا من القضايا والملفات المشتركة ومؤكدين على العمل المشترك والتعاون لحل كل الاشكالات بين بغداد واربيل من جانبها اكد بارزاني حرص الاقليم على استمرار المباحثات مع الحكومة العراقية وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني قد التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة اربيل وذلك في مستهل زيارته الى اقليم كردستان العراق التي تشمل مدينتي اربيل والسليمانية اكد السوداني حرص الحكومة العراقية على التواصل مع جميع القوى السياسية وتحقيق المزيد من التفاهمات بما ينعكس على مستوى الاداء العام في تقديم الخدمات للمواطنين من جانبها اكد مسعود بارزاني دعمه للبرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق وما زلنا في العراق حيث اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية الاطاحة بعدد من الارهابيين في صلاح الدين لانتمائهم لتنظيم داعش الارهابي افد بيانهم بالوكالة بان العمليات الامنية تتواصل لمتابعة عناصر تنظيم داعش الارهابي للقصاص منهم وتكفيف منابعهم اوضحت انه وفقا لمعلومات استخباراتية تمكنت الوكالة من القاء القبض على سبعة ارهابيين ومضيفة ان مهامهم توزعت داخل التنظيم في نقل المواد الغذائية واشتراكهم في الهجوم على القوات الامنية في منقطقة الفرحاتية ونهر الاسحاقي وتوزيعهم ما يسمى الكفالات على عوائل تنظيم داعش فيما عمل احدهم بالقاء الخطب وتحريض المواطنين على مقاتلة القوات الامنية مؤكدة ان الارهابيين اعترفوا بجرائمهم واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة من العراق نتحول الى الشأن السوري حيث وصل الرئيس السوري بشار الاسد الى موسكو في زيارة رسمية الى روسيا على رأس وفد وزاري كبير من المقرر ان يجري الاسد خلال زيارته لموسكو محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا لما اعلنه الكريملين الذي اوضح ايضا ان الجانبان سيبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والانسانية وافق التسوية الشاملة في سوريا وتعد هذه اول زيارة للرئيس السوري خارج البلاد منذ زلزال السادس من فبراير الماضي اذا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا من العاصمة السورية دمشق براس القاهرة الاخبارية خليل هملو اصعد الله اوقاتك خليل دعني ابدأ من هذه الزيارة كانت زيارات الرئيس الاسد الى موسكو خاطفة وعاقلة بابعاد سياسية وامنية ضمن ظروف الحرب اليوم الزيارة رسمية وعلى رأس وفد وزاري كبير ماذا يعني هذا؟ في الحقيقة كما ذكرت هي زيارة رسمية الاولى بالنسبة للرئيس بشتار الاسد ليس في فترة الزلزال خلال الشهر الماضي ولكن منذ اندلاع الازمة في سوريا قبل تقريبا حوالي 13 عاما الزيارة لها معاني كبيرة باعتبار ان روسيا هي دولة حليفة ودولة صديقة ودولة كانت طرفا في الحرب في سوريا عندما تدخلت بشكل عسكري في تقريبا شهر سبتمبر ايلول عام 2015 يعني تقريبا قبل سبع سنوات ونصف من الان دخلت بشكل مباشر كان لها الدورة الكبيرة ليس فقط في الميزان العسكري بل كان في الميزان السياسي حتى في جلسات الامم المتحدة اليوم روسيا هي ليست تقريبا كما تقول البروتوكالات الدبلوماسية هي شريك مع السورين بل هي طرف وطرف فاعل في الازمة السورية عندما يذهب اليوم الرئيس بشار الاسد على رأس وفد كبير ومنهم وزير الدفاع والخارجية والمالية هذه الزيارة لها معاني كبيرة هناك عدد كبير من الاتفاقيات التي سوف تتوقع بين الجانبين تشمل الجوانب التي تم ذكرها فيها الخبر إن كانت إنسانية وإن كانت اقتصادية وعلاقات ثنية ولكن الأهم في هذه الزيارة برأي جميع المراقبين على الساحة السورية هي ليست هذه العلاقات الثنية هي ربما تبحث بشكل وفد وزاري أو غيره ولكن الموضوع الأكبر في هذه الزيارة والموضوع التركي في الحقيقة داني أتوقف معك وأعذرني خليل إذن يقال بأن هناك محادثات رباعية ستنعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية الرباعية التي تشمل تركيا وإيران وسوريا وروسيا وقع هذه الاجتماعات أو اللقاءات الرباعية وهل هي تمييد حقيقي وفعلي اليوم للقاء الجانبين والقلوس على طاولة الحوار وهل ستلتزم تركيا بما تطلبه سوريا منها؟ في الحقيقة بالنسبة للجنة الرباعية التي تم تسريب أخبارها عبر وسائل إعلام تركية ومسؤلين أتراك كان يفترض أن تعقد اليوم وغدا تضم نواب وزراء الخارجية في الدول الأربعة سوريا وروسيا وتركيا لكن الموضوع اليوم جدول المباحثات الذي تم ذكره بالنسبة للجانب السوري أن هذه اللجنة سوف يتم بحثها في حينها إذن لا زالت تقريبا الموضوع قيد البحث لكن كما ذكرت بالنسبة للزيارة الركن الأساسي فيها العلاقات السورية التركية كما تعلمين تركيا وروسيا استضافت جلسات سابقة ومحادثات وزار وزير الدفاع السوري إلى روسيا لكن العديد من الملفات والملفات الشائكة هناك الانتخابات التركية تتحكم في موضوع العلاقات بين السورية وتركيا أكثر من مسؤول سوري ومنهم الرئيس بشار الأسد قال إذا بقيت اليد التركية ممدودة لنا في موضوع التقارب نحن نبحث ذلك في إطار مصالحنا والتأكيد على المطالب السورية وأولها خروج القوات التركية من الأراضي السورية نعم سنتابع مجريات هذه اللقاءات والاجتماعات أشكرك خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من العاصمة دمشق ننتقل للشأن اللبناني حيث قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الموقف السياسي في لبنان لم يتغير ومعربا عن أمله أن ينعكس الاتفاق السعودي الإيراني بالخير على الوضع في لبنان أضاف أبو الغيط في تصريحات للقاهرة الإخبارية أثناء حضوره المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنعقد في لبنان أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصل لمرحلة في غاية الصعوبة يعني الموقف السياسي الداخلي للأسف الشديد ولانزعاج الشديد لم يتغير هناك تطور رئيسي أساسي نأمل أنه نعكس بالخير على الوضع في لبنان وهو الاتفاق السعودي الإيراني تمنياتي أنه يعني يحدث تأثيره الوضع الاجتماعي بالغ الصعوبة اليوم الدولار أصبح بمئة ألف ليرة عندما يعني وصلت مساء أمس كان أحد مساعدية تحدث عن أن الدولار بتسعين ألف ليرة استيقظت الصباح اليوم لقيته بمئة ألف ليرة شيء بالغ الأزعاج لأنه طبعا الشعب غالبان ولبنان مثقل ومثقل ليس فقط نتيجة للخلافات الداخلية الإنسان يستغرب وهذا ما أنا قلته ليه القيادات الإبنانية يعني لا أحد خارج لبنان يصدق ما يفعله اللبنانيون بأنفسهم ونستغرب جدا أنهم غير قادرين على التوافق على اختيار رئيس من طائفة واحدة متفق عليها تاريخيا شيء الحقيقة مزعج لكن الأكثر إزعاجا هو الوضع الاقتصادي الدولار بهذا السعر الشعب لا يستطيع حتى أنه يعني يقيم قاود نفسه وبالتالي اليوم كان بعض الأطفال اللبنانيين يعني استحضرناهم في الأسكوا في هذه الاحتفالية والمنتدى وأسفت أسفا شديدا على أحوالهم صحيح مملؤين بالبهجة والغناء والرقص ولكن هم لا يشعرون بمعاناة أهليهم لعاشتهم هكذا إلى الشأن الأردني حيث تابع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني بمقر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات جانبا من تدريبات درع الأردن 2023 الوطني الشامل الذي يستمر حتى الخميس يحاكي التمرين الذي ينفذ بمناطق في عمان وإربد والزرقاء والعقبة فرضيات وقوع حوادث متعلقة بمخاطر إشعاعية وبيولوجية وكيموية والإجراءات المعتمدة للحد من مخاطرها ومدى الجاهزية في التعامل معها من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات اقتصاديا ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الاتماني السيادية للأردن طويل الأجل يبقى عند مستوى بي بلس ورغم حالة عدم اليقين السائدة عالميا والظروف الجيوسياسية الإقليمية الصعبة استند تصنيف الوكالة بالالتزام أو بالالتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحسين البيئات الاستثمارية وزيادة التنفسية والحفاظ على مستوى تضخم أقل ولازلنا في الأردن حيث أعلن البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي خلال الشهر فبراير من العام الحالي بلغ نحو 505 ملايين دولار بنسبة نمو 123.2% وهو الأعلى لذات الشهر خلال السنوات العشر السابقة وللشهر الثاني على التوالي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بارتفاع عدد السياح وإلى شأن الفلسطيني حيث قال رئيس الوزراء دكتور محمد اشتية خلال لقائه نحو 300 طالب من جامعة هارفرد الأمريكية أن السمع والقراءة عن الفلسطينيين لا تغني أو عن فلسطين أيضا لا تغني عن زيارتها ورؤية الحقائق والأوضاع من على أرض الواقع أوضح اشتية أنهم سيجدون أن قطاع غزة محاصر في مقامة إسرائيل ببناء جدار فصل عصري تعزيل القدس وتوسع البناء الاستيطاني كما تنتهك وتعتدي يوميا على الشعب الفلسطيني ومؤكدا أنها تخلق وقائع من الصعب التراجع عنها وذلك في سبيل تدمير حل الدولتين وتكسيد إقامة الدولة الفلسطينية شدد اشتية على أن الحكومة الإسرائيلية تفرض سيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين عبر سيطرات على المعابر والحدود والمياه والكهرباء مشيرا إلى أن إسرائيل تكسب أكثر من 50 مليار دولار سنويا من أراضيهم المحتلة إلى سحر المشرق سنتعرف على إحدى أجمل المناطق التي تتمتع بها الأراضي الأردنية غابة تبين لين تابعه موسيقى 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 اشتركوا في القناة بساطة التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر استجرام يوتيوب ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكل ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور جوجل بلاي الفيو آر كود الظاهر على الشاشة دائما نشكر لكم طيب المتابعة هنا القاهرة عاصمة الخبر